الاسم الرابع المشهور برضو هو الحية عندما ظهر إبليس لآدم في الجنة لآدم وحوة كان في شكل حية والحية تحمل معنى الخداع والمكر والدهاء والتلون وعدم إظهار الحقيقة وهذه صفة إبليس أنه ماكر تمام وأبو كل المكرين وحتى يخدع ولو أمكن المؤمنين لأن إبليس يقلق كثير على المؤمنين في كورنثس ويكتب لهم فرسالة كورنثس الثانية أصحى 11 ويقول لهم أنه أنا أخاف ولكنني أخاف عدد ثلاثة ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها أن تخدع أو أن تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح وهنا إبليس في الخداع بتاعه يحارب الذهن فيأتي بأفقال وأمور ملتوية لأذهان حتى المؤمنين فيخدعهم زي مثلا النهاردة لما بنيجي نتكلم عن أمور يعني إحنا نحب الخطأ لكننا لنوافق على الخطيئة فعاوز أن إحنا نحب الخطأ ونقبل كمان خطيتهم لا إحنا لا نقبل ونرفض طريق الخطيئة أسلوب الخطيئة لكننا نقبل الخطأ لأن المسيح دفع تمن حياتهم عصري هو يحبهم فهم ضحية لإبليس يجي كمان يتكلم في رؤية أصحاح 12 وعدد 9 يقول فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس تعمل 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 شكرا